اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من قبيل مسرحية المرمضة وضارابوش والمتاهة ومسرحية الكرسي كشف مسؤول في محافظة البصرة عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة مقتل العائلة الكبيرة المكونة من 12 فرضاً على يد الأب في قضاء شط العرب مساء أمس الأربعاء وقال مدير مكتب لجنة الأمن والدفاع النيابية في البصرة علي الكنعان في تصريح صحفي أن الأب عليه دين بمقدار ملياري دينار وأن ذات المبلغ قد قام بإعطائه لشخص آخر والأخير قام بالنصب والاحتيال عليه وهرب إلى مكان مجهول وأوضح الكنعان أن الأب متزوج من اثنتين إحداهما الصغيرة سورية الجنسية التي توجه إليها وأخذ ما لديها من ذهب من أجل بيعه ومن تم عاد إلى عائلته الأولى وهو في حالة انهيار دفعته إلى قتلهم جميعاً لعدم قدرته على تحمل المسؤولية بحسب تحليل للموقف ومن تم انتحر وكشف أنه وقبل قيام الأبي بتلك الجريمة تحمل فيه أمانة ونصها دير بالك على زوجة الأخرى قاصداً فيها السورية وبين الكنعان أن تلك المعلومات هي نتائج نهائية بعد تحقيق معمق وجمع ومقاطعة المعلومات حول عائلة الجاني والمجني عليهم في ذات الوقت أعلنت قيادة شرطة البصرة اليوم الخميس أن كاميرات المراقبة واتقت تفاصيل الجريمة المروعة التي هزت العراق يوم أمس الأربعاء وأثبتت إقدام الأبي في شط العرب على الجريمة وانتحاره وجاء بيان الشرطة رداً على شكوك أقرباء العائلة بأن يكون مرتكب الجريمة من خارج المنزل وقام بتصفية العائلة لافتة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عدم دخول أي شخص للمنزل وأفادت أن رب الأسرة مرتكب الجريمة يدعى عباس العيسى وهو من مواليد 1981 ويسكن قضاء شط العرب وقد وطقت الكاميرات قيامه بجمع عائلته في غرفة واحدة وإطلاق النار عليهم من خلال بندقية كلاشينكوف غير مرخصة وأكدت قيادة شرطة البصرة أن الأب وبعد ارتكابه الجريمة قام بالانتحار مضيفةً أن التحقيقات توصلت إلى أن سبب جريمته مروره بضائقة مالية حيث يعمل مقاولاً للبناء وتراكمت عليه ديون وصلت إلى مليار دينار نافيةً بشكل قطعي ما أشيع عن قيام أشخاص بقتل العائلة والأب أصدرت قيادة شرطة البصرة توضيحاً بشأن قتل عائلة في قضاء شط العرب بالمحافظة وذكرت القيادة في بيان انتشر على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده مسلحون يقدمون على قتل عائلة في قضاء شط العرب وأضافت القيادة نحن إذناً في هذا الخبر ونود أن نوضح أن الأب أقدم على قتل عائلته وبعدها قام بالانتحار في قضاء شط العرب تحديداً من تقدور الموظفين بسبب مشاكل نفسية على إثر أزمة مادية وأهبت قيادة شرطة البصرة بحسب البيان وسائل الإعلام والمواطنين إلى أخذ المعلومات من المصادر الموتوقة وتوخي الحضر في النشر فجع الممثل والكوميدي المغربي أحمد شرقي بوفاة والده وأعلن خبر وفاة والد شرقي صديقه الفنان المغربي فتاح الغرباوي وذلك من خلال أحدث منشور له نشره عبر خاصية القصص القصيرة بخسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات وكتب الفنان فتاح الغرباوي صديق أحمد شرقي نعياً في وفاة والدي هذا الأخير إن لله وإن إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله أبو الفنان أحمد شرقي الله يرحمه ويصبركم أخويا كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة في العراق عقيل الفريجي اليوم الخميس عن تفاصيل جديدة بخصوص الجريمة التي أطلق عليها الإعلام العراقي فاجعة البصرة وقال الفريجي إن التحقيقات الأولية لوزارة الداخلية صنفت الجريمة على أنها جنائية بفعل رب الأسرة مبيناً أن التحقيقات الأولية أيضاً كشفت أن تراكم الديون وتقلها أدى إلى إنهيار رب الأسرة نفسياً وقيامه بهذه الجريمة المروعة وأضاف الفريجي إن الجريمة واضحة ولا صحة لروايات أخرى بقيام السطو المسلح على العائلة وقتلها مشيراً إلى أن قيادة شرطة البصرة جمعت جميع الأذلة بخصوص هذه الجريمة بما فيها كاميرات المراقبة والأذلة الجنائية داخل المنزل بالإضافة إلى إفادات شهود العيان القريبين من المنزل لحظة وقوع الجريمة أعلنت السلطات الإماراتية الخميس وفاة الشيخ هزاه بن سلطان آل نهيان وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية نقلاً عن بيان صادر عن ديوان الرئاسة وورد في البيان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك رادية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يناعي ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ هزاه بن سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المني اليوم ويعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله ودويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون واتقى مقطع فيديو يتصدر التريند العراقي حالياً جريمة بشعة لأب عراقي في البصرة أقدم على تنفيذ مجزرة مروعة بحق أفراد أسرته حيث قتلهم جميعاً ثم انتحار فيما تحقق السلطات في الجريمة للوقوف على كافة ملابساتها وحسب ما تناقلته وسائل الإعلام في العراق فإن حادثة مروعة شهدتها البصرة لأب يعمل في مجال بيع وشراء العقارات والذي كان مديوناً بديون كبيرة تقدر بمليار دينار ما وضعه في ضغوط نفسية وحالة سيئة دفعته لفتح النار على عائلته المكونة من 12 شخصان وقتلهم جميعاً في مشهد كارتي ثم انتحره والآخر